موسيقى السلام عليكم ورحمة الله يارب تكونوا بخير جميعا النهاردة جماعنا هكلمكم عن أسعار الدولار هكلمكم عن أسعار الدولار آخر فيديو عن أسعار الدولار يا جماعة مية دولار بتسوى خمستاشر ألف ماشي يا صاحبي صاحبنا اللي معلق وبيكتب في التعليق إزاي يا عم أنت بتقول خمستاشر ألف أيوة يا عم الدولار بسوى واحد دولار بسوى مية وخمسين مية دولار بتسوى خمستاشر ألف ماشي يا صاحبي وبعين العملة متقلبة يا جماعة العملة الآن متعومة ومختلفة جدا يوم في الطالع ويوم في النازل يوم في الطالع ويوم في النازل ولكن الان التوقيت لتعوم العملة يا جماعة. ولكن بتختلف من مقاطعة للمقاطعة. فعلا بتختلف المقاطعة. بس بتفرح حاجات بسيطة يعني مش يعني مثلا في بارالوتشي ماشي مية تسعة واربعين. في بوناس ايرس بمية خمسة وخمسين. في سان لويس بمية واحد وخمسين. في مندوزا بمية وخمسين. بتختلف خالص لسعار بس يعني متقاربة حاجات بسيطة. ماشي صاحبي. ولكن نرجع للسؤال الاهم. الدولار مختلف يا جماعة جوجل عن ارض الواقع. ده اخر فيديو عامل عن الدولار يا جماعة. جات لأسئلة كتير بخصوص الموضوع دو. انت لما تخش جوجل وتكتب اسعار الدولار غير ما تكون على ارض الواقع. تختلف جدا جدا. في جوجل بيديك اربعة وتمانية اثنين وتمانين. على ارض الواقع تنفيذ بيديك كام? مية وخمسين. مية تسعة اربعين. مية اثنين ورق. حسب المقاطعة اللي انت في وحسب المكتب. لان انت لما تخش السودة مثلا في المكاتب ايه حوالي الف مكتب. اسم حلات الصرافة يعني. غير الناس اللي في الشارع وبتاع ما تسألوا مثلا. كونتو كويستال دولار اوي كونتو الكاميون تسأل. فكل واحد لسعر. فانت بتنقيح لسعر ليك. مناسب ليك. وما تغير متين غير غير مية غير تلتمية بتختلف برضو. ممكن اديك زيادة. ماشي يا صاحبي? فالاسعار تختلف عن جوجل يا صاحبي. لما انت تخش جوجل وتكتب اسعار الدولار في الارجنتين بيديك اربعة وتمانين. لكن تنفيذ على الارض الواقع. مية وخمسين اتنين واربعين. طيب نرجع للسؤال الاهم. انت يا عمي عاوز تحول دولار داخل ارجنتين. بيديك سعر البنك يا صاحبي. تحويل سعر البنك. ماشي? ولكن لو انت حولت دولار وقلت لاخوك في الارجنتين يستلم دولار بيستلم دولار. ممكن يستلم دولار. لو انت اديتهم دولار هناك. بيستلموا دولار عادي. لو مقولتلوش يستلم دولار بيستلموا بالبيزو. ماشي يا صاحبي? وفي البرازيل يا جماعة برضو. الريال مرتفعة. الريال البرازيلي كان بسعر ودلوقتي بسعر. امريكا الجنوبية يا جماعة تعويم العملة الان في دول امريكا الجنوبية.